جزاكم الله خير وأحسن إليكم بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات تقول مخالد من الرياض تسأل وتقول امرأة أرادت العمرتها وفي الطريق قبل الميقات أتاها العذر الشهري ولم تحرم وذهبت إلى مكة مع رفقتها وجلست في السيارة حتى انتهوا من العمرت ثم رجعوا إلى أهلهم وقد اعتمرت مرتين بعد ذلك فهل عليها شيء وقد مضى فترة طويلة على ذلك وعدم إتيانها بالعمرة في ذلك الوقت أن رفقتها لم ينتظروها بحكم أنهم مرتبطون بأعمال جزاكم الله خير ليس عليها شيء هو ترك العمر لأن العمر ليست واجبة ولكن لو أحرمت ويحاير فإن الحر لا يمنع الإحرام تحرم ولكنها تمتنع من الطوارف والسعي حتى تطهر وينبغي لرفقتها أن لا يضيق عليها وأن يعطوها فرصة لأداء العمر ما دامت ساغرت وتكلحت مشقة السرر كان ينبغي لوليها أن يرفق بها وأن يعطيها فرصة لأداء العمر ولكن ما ذكرته من أنها تركت العمر لا شيء عليها فيه أن العمر ليست واجبة شكرا